افتتحت إدارة المخيم الإماراتي الأردني مريجي بلفهود المركز التعليمي لأصحاب الهمم حيث تعد هذه المرحلة الثانية من تطوير للمركز ومرافقه ويشتمل المركز على العديد من الغرف الصفية وغرف الخدمات المساندة والتأهيلية التي تقدم التعليم وخدمات علاج النطق واللغة عند الأطفال من أصحاب الهمم ويقدم المركز خدمات التوجيه والدعم النفسي للأهالي والطلبة وإصعى لمساندة ودعم وتأهيل ذوي الهمم من سكان المخيم ودمجهم في المجتمعات ورفع سويتهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة والمهارات التي تتناسب وخالاتهم يشكل اليوم شيء مهم وشيء عظيم بالنسبة لأصحاب الهمم كجزء أساسي من أفراد المجتمع يعني إحنا كثير معنين ونسعى دائما إلى أن تكون هذه الفئة مدمجة مع أقرانهم الأسوياء فحقيقي افتتاح المركز اليوم هو يعني جهد عظيم يأتي افتتاح هذا المخيم حقيقة في إطار التعاون الأردني الإماراتي وجهود الهلال الأحمر الإماراتي في خدمة مخيم رجيب الفهود هذا المركز الحقيقة يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة وكما يسميهم إخواننا في الإمارات ذوي الهمم الحقيقة يأتي هذا المركز للتخفيف من عناء هذه الإعاقة على هؤلاء الأشخاص وعلى ذويهم وأيضا تمهيدا لدمجهم في مدارس وزارة التربية والتعليم في داخل هذه المخيم حتى يتمتعوا بحقوقهم مع أقرانهم في مثل هذه المدارس أصحاب الهمم هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المخيم ويفترض أو إحنا من واجبنا أو واجب علينا أن ندعم هذه الفئة على أساس هذا واجب إنساني قبل كل شيء والهلال الأحمر ونحن كإدارة مخيم فخورين طبعا بما تحقق خلال المرحلة هذه